إذن بالعودة إلى الهجمات الإرهابية التي هزت صباح اليوم العاصمة البلجيكية بروكسل ينضم إلينا ويسعدنا أن نستضيف مباشرة في السوديو الخبير في شؤون العربية والإفريقية الأستاذ المساوي العجلوي أستاذ مرحبا بك أنا أستاذ حسام يعني الإضراب أو الإرهاب يضرب من جديد وهذه المرة عاصمة الاتحاد الأوروبي برأيك لماذا بروكسل؟ بروكسل لأنها عاصمة الاتحاد الأوروبي لأنها بها مقر اللوتون الحلف الأطلسي لأنها ربما هي مجمع لكل اللقاءات الأوروبية فإذا كاختيار بروكسل ليس اختياراً عطباتياً هو رسالة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي من لدن تنظيم الدولة هي نفس الإشكالات التي كانت في الباريس بمعنى عندما نقرأ البيان الذي صدر عن تنظيم الدولة فيما يخص هجومات باريس والبيان اليوم نجد نفس الحمولات نفس التوجهات بمعنى أن اختيار بروكسل هو حلقة من حلقات تمدد تنظيم الدولة في السحر الأوروبية وبالتالي هو أيضاً محاولة تشتيت الاتحاد الأوروبي الذي يعاني أصلاً من مشاكل حدود مشاكل الإشكالات بين أوروبا الشمالية وأوروبا الجنوبية وبريطانيا التي تريد الخروج من أوروبا جاء تنظيم الدولة ليزيد الجرح عمقاً داخل الاتحاد الأوروبي وذلك من استغلال المهمشين داخل الجماعات المهمشة وهذا السؤال آخر يطرح بالخصوص على الاتحاد الأوروبي لكي تقوم على الأقل أن يقرأ هذه الأحداث لتفاديها مستقبلاً لأنه إذا لح تسي حسام الآن حديث عن متابعات عن كذا عن كذا فقط الواجهة ولكن يجب البحث لماذا قام هذا الشخص من الزمن الفلاني إلى الزمن الفلاني ولماذا تحول إلى انتحاري أما الحديث فقط عن الواجهة الآن ونعتقد سنعيد نفس الشيء يجب البحث عن الحلول في المنبع وليس في المصب بالفعل يعني بعد هجمات كذلك باريس التي وقعت في نوفمبر الماضي الهجمات الإرهابية أيضاً ها هي اليوم ها هو اليوم الإرهاب كذلك يعني يضرب أماكن عمومية لماذا استهداف الأماكن العمومية كما شاهدنا المطار ومحطة المترو لأنه الكنه فلسفة صحة تعبير بالنسبة للتنظيم الدولة هو نشر جغرافية الرعب بمعنى أن مشاهد الرعب التي نراها مثلاً في الرقة هذا هو الحدث يعني بث الرعب لدى الرأي العام بث الرعب لدى الرأي العام ليست حرب تقليدية هي حرب بين تنظيم الدولة من جهة والتحالف الدولة من جهة فإن قرأت البيان ستجد لأنه كأنه انتقام لما تلقاه بين قوسين المجاهدين في الرقة والموصل طيب يعني تنظيم داعش يتبنى الهجومين اليوم هل الأمر يتعلق بعملية انتقامية اتدادية لما حدث بعد اعتقال صلاح عبد السلام لا صلاح عبد السلام هذا الرجل انتهى بالنسبة لتنظيم الدولة لاحظة أن كل مجموعات التي ربما قد تصل إلى مستوى فيما يخص الحصول على مجموعات إن تمت اعتقالها أو ربما تقتل تتم مباشرة الوصول إلى المجموعات الثانية وهكذا دواليك بمعنى هو انتقام وهو أيضا تواصل وإعطاء الفرصة للمجموعات الثانية نعم يعني في كل مرة تطرح الأسئلة السؤال الكبير الذي يطرح حول تأثير هذه العمليات الإرهابية على وضع الجاليات المسلمة في أوروبا هذا من المؤسف سيقول له تأثير لأنه الآن الصورة اليمين المتطرف يستغل ما يجري يقول بأنه أنت مسلم أنت قاتل الآن بعد السياسيين يستغلون هذا الوضع ويحاولون توظفه من أجل كسب الانتخابات بالتأكيد ستكون هناك تأثيرات ولكن بالتأكيد أيضا على الجالية العربية الجالية المسلمة أن تبدأ تعاطفا معه وهناك أيضا مسلمين وعرب وغير عرب من القتل ومن الزرحاء أن يبدو نوع من المساندة على الدول العربية والدول المسلمة أيضا أن تبدأ مساندة لأن بلجيكا بالنسبة للدول العربية من الدول الصديقة أيضا يعني كيف يمكن فصل أو يعني مواجهة هذا الفكر في أوروبا فصل الدين عن الإرهاب لا يمكن فصل الدين عن الإرهاب لأن هناك هذه مسألة تغيير هذه العقلية الأوروبية العقلية الغربية العقلية الغربية تعتقد أن كل مسلم بالنسبة للمتطرف كل مسلم هو إرهاب ولكن يجب العمال داخل المجتمعات الأوروبية يجب أيضا الجامعات أن تتحرك في هذا التوجه يجب على الإعلام يجب أيضا على الدول الأوروبية أن تبادر إلى خلق مبادرات ومقاربات مشتركة ناحدنا أن حتى بين الدول الأوروبية هناك نوع من التفاوت ليس هناك تنصيق بين الدول الأوروبية فيما يخص عملية التنصيق لمواجهة هذه الدائرة فهناك إشكالات أوروبية وهناك إشكالات أوروبا وبينها المحيط ولكن بدون مقاربة مشتركة بدون البحث عن الحلول في المنبع يستحيل أن نصل إلى ربما حلول إيجابية لهذه الطائرة التي تمثل جميع والملاحظ كذلك أستاذ مساوي أن كل من الذين نفذوا هذه العمليات الإرهابية سواء في فرنسا أو في بلجيكا هم شباب نشأوا ولدوا وترعرعوا في بلدان أوروبية وما سبيت بالمهمشين داخل الجماعات هذا السؤال نحو الأوروبيين لماذا هؤلاء أبناؤكم؟ لماذا تركتمهم؟ نجد أنه في أوروبا هناك تنظيم الدولة يبحث ويقتني هذه العناصر في هذه الجماعات بالنسبة لشمال إفريقيا تنظيم الدولة يبحث عن مجموعات لها ارتباطات مثلا بوضع خاص دائما يبحث أن تنظيم الدولة يبحث عن تصدعات داخل المجتمع عندما يجد تصدع داخل التصدع يبحث عن هؤلاء بينهم الزوجتين المجاهدين ويحاول من خلالهم أن يبت كل أفكاره وربما طروحاته علما أن هؤلاء كما قلت هم شباب هم صغار فقط هم حطب لناري لم يقودها تصور سي حسامة لأنه في هجمات باريس أن شاب عنده بنت عنده خمس سنوات وينتحر أي أبي ينتحر له بنت عمرها خمس سنوات إذن هذا الرجل مر من عملية فورماتاج لكي يصل إلى هذا المستوى فبالتالي في هذه العملية فورماتاج على الدولة أن تدخل وأن تبحث طبيعة الحال المقاربة ليست مقاربة أمنية مقاربة متعديدة المداخل مقاربة يجب البحث عن الأسباب لماذا يتحول فرد فلان إلى انتحار ما هذا التأثير تأثير التنظيم على هؤلاء الشباب لأنه يعطيهم هوية بما أنه هو مهمش تنظيم الدولة يعطيه هوية يعطيه وجه لدرجة أن يفجر نفسه مثلا بالضبط يعطيه رقم مسألة هوية مسألة وجود يقولون بأنك لا احتقرة البيانات يقولون بأنه أنتم تعيشون على هاميش هؤلاء يحاقدون هؤلاء يضالون يقتلون المسلمين فيحاول استغلال هذا الوضع ويحاول أن يعطيه لهذا الشاب هذا الوجه هذا الرقم هذه الهوية مع كم الأسف ولو بطريقة انتحارية لأنه يعتقد وأنه يقوم بهذه العملية أنه يقوم بدور لصالح المسلمين أو لصالح هذا الفريق أو ذاك يعني هذه العملية التي وقعت اليوم في بروكسل وعمليات إرهابية أخرى سابقة يعني تطرح من جديد مشكل الإرهاب الدولي وخطر الإرهاب الذي بات يهدد كل العالم يعني العالم بأسره ما رأيكم؟ ما كم الأسف هذا دور الأمم المتحدة نعم عوض بانكيمون أن يبحث هنا وهناك وأن يقدم صورا أو بعض الإشكالات عليه أن يبحث فيما يخص هذه الإشكال الآن لأنه لحتى أن تنظيم الدولة الآن كنقطة زيت يتمدد نحو غرب أوروبا ويتمدد في شمال إفريقيا على الأمم المتحدة أن تلعب دور في المقاربات هناك المنتظم الدولي لمحاربة الإرهاب على الأمم المتحدة أن تلعب دور في جمع الدول في مقاربات متعددة في مقاربات طويلة الأمد لكي نصل إلى حلولنا نعتقد أنه ربما باجتماعات أو بقرارات ما أننا سنصل إلى حل شامل الحلول ستأخذ ولكن على مستوى عقود وعقود لأن ما وصلنا إليه هو نتيجة لعقود من التهيير وعقود من التهميش وعقود أيضا من الإشكالات الجارية الآن وربطا بما يقع الآن في الشرق الأوسط أنه يستحيل الآن فصل ما جرى في باريس وما جرى في بريكسل وما يمكن أن نجري في دول أخرى عدم ربطه بالأزمة السورية وأزمة العراق وأزمة اليمن هناك ترابط في هذه الإشكالات يعني الحلول برأيك أستاذ موسوي هي حلول داخلية تتعلق بالدول نفسها ثم حلول على مستوى مقاربات مشتركة يعني يتقاطع في ما هو داخلي ما هو جهوي وما هو دولي بدون هذه المقاربات يستحيل على أي دولة أن تجد حلا أو حلولا لهذه الإشكالات أنه مثلا بين الأوروبيين القائمة التي كانت في باريس لم تتوصل بها السلطات الباريسية من السلطة الأخرى إلا بعد مضي وقت لاحظنا لأن أبعود لم يكن رجل الذي ظل يسافر وسافر عبر مجموعة من الدول مرن عبر الحدود دون أن ينتبه إلي أحد بما أنه ليس هناك تنصيق أمني فبالأحراء البحث عن مقاربات بعيدة المدى برأيكم هل هناك الإمكانيات الكافية للقضاء على هذه الآفة لا ليس هناك إمكاني ليس سيكون من السداجة أن نعتقد لأن هناك قرارات وسنقضي على هذه الظاهرات هذه الظاهرة لها جذور متجدرة لها عوامل كثيرة فيجب البحث عن هذه العامل مثلا بالنسبة لأزمة الشرق الأوسط يجب الوصول إلى حل الأزمة السورية إلى حل إشكال بين السنة والشيعة لأن تنظيم الدولة مثلا يعتمد على القول بأن السنة ربما محرومون أن السنة هم من المغضوب عليهم من لدن الشيعة وبأنهم يلتقون في العراق يتلقون صفعات من الشيعة هناك أيضا أزمة الإثنية تركيب الدولة الجديدة في العراق في سوريا في لبنان هذه الأشياء كلها يجب أن تزل حلا ثم ذلك نبهت عن مقاربات داخلية لكل دولة لأن هذا ما نتمنى فايل المجاهد أو الانتحاري يختلف من دولة إلى أخرى نعم هذا ما نتمنى أن يتم إيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة آفت الإرهاب الخبير في شؤون العربية والإفريقية لساد مساوي العجلوي شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات وشكرا لحضرك معنا